أهلنا بكم من جديد مشاعر التفاؤل التي عمت الشارع السوداني بعد قرار الأمم المتحدة بوقف القتال سرعان ما تلاشت بعد تصريحات طرفي القتال فاحتمالات وقف القتال خلال شهر رمضان نسفها الطرفان بوضع اشتراطات شبه مستحيلة بل يعتبر بعضها جذر الخلاف الماثل بين الفريقين فبعد صدور القرار الأممي بساعات أعلن الجيش السوداني التزامه بالهدنة شريطة أن ينسحب الدعم السريع من المناطق المأهولة في المدن والقرى قوات الدعم السريع وبرغم ترحيبها الشديد بالقرار الأممي إلا أنها تتبنى ضمنيا شروطا صعبة من دورها مفاقمة الصراع بين المتحاربين وهو ما دفع محللين إلى التأخيد على هششة الهدنة المبرمة نظرا إلى أن كل طرف فيها يملك أسبابا كبيرة لكسرها وإشعال النار من جديد كيف لا وسيناريو الحرب السودانية شهد العديد من محاولات التهديئة والمبادرات الدولية إلا أنها بأت جميعها بالفشل بسبب رفض أطراف الصراع تقديم تنازلات حقيقية وفق مراقبين من القاهرة ينضم إلينا دكتور يحيى حجنور رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني ومن لندن ينضم إلينا عمران عبدالله حسن عضو المكتب الاستشاري لقاة قوات الدعم السريع أهلا بكما ضيفي في المشهد الليلة وسأبدأ معك سيد عمران يعني شروط يصفها البعض بالصعبة تضح اليوم قوات دعم السريع للقبول بهذه الهدنة رغم الترحيب الشديد كان بقرار التهديئة في رمضان شكرا تحية وتجلة ولكل ضيوفكم وشاهدين أولا بالنسبة لنا قوات دعم السريع نحن أول من رحب بهذه المبادرة وهذا الترحيب ناتج من إيماننا التام بأن الشعب السوداني قد آن زاغ الأمرين طيلة هذه الحداشر شهر واللاسيما في هذا الشهر المبارك لا بد لنا من أن نحط المقدسية للشهر ونلبي هذه الشعب السوداني هذا الدافع الأساسي أيضا نحن من جاربنا التزمنا بفتح كل الممرات التي عبرها ممكن تسير القوافل للمحتاجين والمتضررين جرى هذه الحرب لكن الرفض جاء من قبل الطرف الآخر وكان الرفض غير مبرر يتحجج بحجج غير منطقية ولا واقعية ما هي الحجج غير منطقية وغير الواقعية؟ فقط للإتضافة من الشهر نعم هو يطالب الدعم السريع بأن يخرج من المواقع التي تم استلامها بالقوة لا يمكن نحن قاتلنا لمدة 11 شهر استولينا على مراتق أسكرية بالقوة يطلب مننا الآن أن نسلمها ونخرج أين نسحب حتى لم يحدد مكان الذهاب إليه تحدث عن الوثيقة الدستورية عن الاتفاقية الاتفاقية أيضا لم تنص على أن يخرج قوة الدعم السريع ويذهب إلى المجهولة لم ترقل ذلك بل هناك عدد كبير من النقاط التي أشارت إليها الوثيقة الدستورية هم من أول من رفضوا الالتزام بها وعلى رأسها هو القبض على الإسلاميين من السجون على رأسهم البشير وأحمد هارون وغيره من ثم أيضا كإبداع حسن النواية الوثيقة نصت على أن يسمح للعاملين في الإغاثة أن يوصلوا الإغاثة للمتضررين ورفضوا ذلك أولا طردوا كل المعنين بتوجيه الإغاثة في القرطوم في المناطق سيطرة الدعم السريع أيضا هناك عدد كبير منهم هل قوات الدعم السريع قادر على تقديم تنازلات حقيقية لاستمرار هذه الهدنة في شهر رمضان والتي تفائل بها الشعب السوداني بعد 11 شهرا من الحرب والجوع واللجوء إلى أدوار الجوار سيد الفاضل أعمى السريع قدم كل ما يمكن تقديمه أي شيء هناك يقبله العقل والمنطق نحن تنازلنا عنه نحن التزمنا بأن نوقف هذه الحرب نحن التزمنا بأن نوفر الأمن اللازم لكل من أراد أن يوصل المساعدة لكن أن تأتي وتقول لي أخرج من المناطق التي أنت سيطرت عليها المناطق العسكرية أين نذهب أنا الآن أقوات الدعم السريع كلما عسكرتها تم حرقها وضربها في اليوم الأول بالطيران من قبل البرهان ومن معه إذن سيد الفاضل غير مبرر أن تقول لي أنك الدعم السريع موجود في منازل الناس الآن الموجود في منازل الناس ومنازل المواطنين هم الجيش نفسهم بالفيديو هذا بالأدلة شعب السودان يعلم ذلك وشهد ذلك للأسف حتى استخدموا المساجد كمنصات لإطلاق الصواريخ إذن كونهم يتحججوا بأننا نحن لم نقدم تنازل هذا غير صحيح الصحيح أن البرهان ومن معه الزمرة الإسلاميين الأهداف التي من أجلها أوقدوا هذه الهرب لم تتحقق بعد فبالتالي هم المواطنون السورة سيد الحداج الشهر لو سمعتني بدقيقتين أو بدقيقة فقط أوصل هذه النقطة تفضل البرهان نفسه دخل في عدة رهانات خاسرة منذ أن استولى على هذه السلطة من اليوم الأول منذ أن السوار أسقطوا البشير ولم يسقط البشير لو لا يوقوف قائد قوات الدعم السريع مع الشعب السوداني لكن البرهان تماطل وكان يرعب بالوقت حتى وقعت الكارثة الكبيرة في شهر رمضان مضحة الفكرة التي تود أن تشير إليها سيد عمران فقط لضيق الوقت سأنتقل إلى ضيفي من القاهرة سيد يحيى وأيضا لنستمع لرأيك على لسان ما جاء على سيد عمران بأن هناك شروط غير منطقية لا يقبلها لا منطق ولا عاقل تضح اليوم القوات المسلحة السودانية لاستمرار هذه الهدنة وأن قوات الدعم السريع قدمت تنازلات حقيقية لكن الكرة الآن في ملعب القوات المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي الغدر عظيمة شان وعلى آل رحبه وسلم أولا أشكر غلاة البجهة وأشكر ضيفك شكرا أولا يعني نحن لازم نفرك بين المستنقرين اللي هو الشعب السوداني المتضرر من هذه الحرب وغوات شعبنا المسلحة أولا نحن لما نقول غوات شعبنا المسلحة لأن الغوات المسلحة هي بالضم جميع الغبائل السودانية من أخصى الجنوب إلى أخصى الشمال ومن أخصى الغرب إلى أخصى الشرق وجميع الغبائل حتى الغبائل اللي هي بيعتبرها إنها هي جزء من هذه الحرب والرزيقات يضمهم قوات الشعب المسلحة وغوات الشعب المسلحة كالمحتاد إنها هي تغير غاداتها يعني نحن لا نتكلم عن البرهان ولا نتكلم عن كبازي نتكلم عن غوات شعبنا المسلحة لا نتكلم عن الغادات أما غوات الدعم السريع اللي هي لما أنشأت من خلال إسمها دعم سريع دعم ما شنو يعني؟ الدعم السريع دائم منه ما هو أسس إنه كداعم لغوات شعبنا المسلحة تمرد عليها الشعب السوداني ليس له ناغة ولا جمل كان في هذه الحرب وهو المضرر الأول والأخير فنحن بنفتكر إنه غادة وغوات الشعب المسلحة هم مرينين جدا في المفاوضات لكن المستنفرين والمضررين من الشعب السوداني المضررين حقيقة هم نشوفوا إنه في هجوم عليهم هم في حالة دفاع أو في حالة إنه في وضع أسرع فإنت أصلا القصة بتاعه إنك توجيب هدنة فأنا ما ممكن أن تكون خاطر مسدس في راسي أنا كمستنفر أو كمواطن سوداني وتقول لي جاير هدنة والربط تام من المستنفرين اللي هم المضررين واللي هم في حالة في واحدة من اثنين ياهم أسرع ياهم في حالة دفاع عن النفس نحن كأحزاب الموضوع البهمنا في هذا الموضوع إنه البلد تستغر عشان نمشي الانتخابات لأنه من 2019 منذ غياب السورة وهي تولى هذه السلطة الجناح السياسي للدعبة السريعة اللي هو الحرية والتغيير غح أو تقدم بغيادة حمدوك هو حمدوك حكم هذه الفطرة الطويلة اللي هو إنه تدسر نعم سيد يحيى فقط اسمحنا للمقطع أنتم اليوم كأحزاب سودانية تسعون لانتخابات قادمة لقيادة البلاد كيف تنظرون اليوم لقوات الدعم السريع الأول حاجة المجرب يعني قوة الحرية والتغيير الجناح السياسي للدعم السريع هي حكمت من الفيرنز احطار لصلمة السلطة بغيادة حمدوك وهو زي ما قلت لك إنه تدسر بسوب العفاف وخلق منه بعض الناس إنه هو الغايد الرصين وتبعوه في ذلك الجماعة نحن نقول تبعوه مع هذا الرصين إنه مجموعة فاشلة وأثبت فشل حتى في الملف اللي هو بالدعي إنه خبير فوقه الملف الاقتصادي ولم في طيلة هذه العامين لم يعمل على مثلا غانون انتخابات غانون أحزاب أنا الأي بي سي بتاعة الدموغراطية ما عمل ولا بد فيها فأنا ما أممكن أصده كحزب إنه دعا الممكن وصلنا للدموغراطية أي وصلنا للانتخابات طيب ما هي مصيرة في خارطة الطريق المستقبلية بالنسبة لكم هنا السؤال مصير قوات الدعم السريح النسبة لنا سؤال دا موجه علينا نعم تفضل نحن بالنسبة لنا الخارطة المستقبلية بالنسبة لنا إنه يرجع أي غوة هامل السلاح ومن ضمنها أسى الشعب السوداني كله أصبح مسلحة والشعب السوداني كله أصبح في يده في سلاح فيكب أن نحن بندعو كله هاملين السلاح إنه انضمام لغوات شعب المسلحة وتحت أمر غوات الشعب المسلحة لأنها هي الغوات الغومية لاستغرار البلد ومن ثم قيام التعداد السكاني لأنه لا يمكن عمل في تعداد السكاني ولا يمكن عمل دوائل يغرافية ما لم يكن في استغرار لقيام انتخابات قرى نزيهة وذلك بعد استغرار الآمن لهذا الوطن وضحة الفكرة سيد يحيا سأعود للسيد عمران لربما استمعت إلى جملة التصريحات التي جاءت على لسان سيد يحيا بأن أولا شرعية قوات الدعم السريحية ليست في أن تتمرد على الجيش السوداني لكن هي كانت جزء لدعم الجيش السوداني فيما يتعلق بعمليات تحتاج تدخل سريع وأن الجيش السوداني هو من جميع فئات الشعب كذلك استمعت لربما لتصور هذه الأحزاب السودانية لقوات الدعم السريع في المستقبل سواء القريب أو البعيد ضيف في البداية تحية لك أول أجل ضيفك لا أظنه من الأحزاب المستقلة بل هو أيضا تابع من توابع النظام السابق لأن النظام السابق له عدة أحزاب كرتونية تم صناعتها للدفاع عنه أبدأ بالرد عن بعض النقاط الذي تحدث عنها بدءا بالجيش قال أن الجيش هو المؤسسة ويضم كل القبائل سيد الفاضل الجيش ليس جيش وطني ليس جيش قومي هو جيش يعتبر مليشيا تابع للحركة الإسلامية وأنت تعلم بهذا العمر أن نظام الحركة الإسلامية عندما جاء تصف كل القيادات الوطنية أو أبعدهم أو أحالهم إلى التقاعد وأتى بهم كلهم إسلاميين ولا يقبل أحد في الكلية الحربية إلا أن تكون من الحركة الإسلامية أو تابع لقبائل معينة وهي قبائل ثلاثة الشعب السوداني كلها عرفها فبتالي هذا ليس جيش وطني هذا جيش قبائل هذه الضبطات البقية كلهم مقاتلين وهم من بقية الهامش السوداني بالنسبة للدعم السريع أنت قلت أنه جاء ليدعم الجيش لكنه تمرد عليه التسمية الحقيقية ليس التمرد على الجيش إنما الدعم السريع نعم الجيش صنعه ليقتل الشعب لكن الدعم السريع آثر أن يقف مع الشعب وإنحال ضاف صوته لرغبة الشعب ولذلك سمي تمرد عندما كان يقاتل نيابة عن الجيش في الحدود السودانية وكان يقاتل التمرد لم يسمى متمرد لكن عندما وقف مع الشعب سمي تمرد إذن هذا التناقض كبير جدا ينبغي عليك أنت أن توضي هذه النقطة للشعب السوداني أيضا أنت قلت أن قوة إعلان الحرية وتغيير هي الجسم السياسي بالنسبة لقوة الدعم السريع قوة الدعم السريع ليست له جسم السياسي القوة إعلان الحرية وتغيير هي أحزاب سياسية لها خبرة تاريخية قديمة أنت تعرفها والشعب السوداني يعرفها أيضا تناولت حتى حمدوق نحن ليست لدينا علاقة بحمدوق لكن حتى فشل حمدوق أنا تمنيت أن تكون صادقا بينك ونفسك فشل حمدوق أيضا كان سببه الإسلاميين الذين طيلة الأربع سنوات منذ أن سقط البشير لم يتركوا الشعب السوداني ولم يتركوا حمدوق حتى يبدع في مجاله الاقتصادي إذن سيد الفاضل هذا التناقض الكبير الذي تفضل به ضيفك لا يقبله أيضا العقل ولا يقبله المنطق نحن كقوات دعم سريع الآن يدنا ممدودة بيضاء للشعب السوداني ولم نقاتل ولم نشيطن ولم تتم هاربتنا إلا لوقوفنا مع رغبة الشعب السوداني عندما جاء البشير وتظاهر الشعب السوداني لم يسقط البشير لو لا وقف إنحياة سيد الدعم السريع وهذا ما أكده البرهان نفسه وأكده ابن عوف نفسه في أيامهم الأولى من السورة لكن عندما مرة الأيام الآن رأوا أن أحلامهم في السلطة تبددت بوجود الدعم السريع فبالتالي لا بد من شيطاناته وتأليب الشعب السوداني ضده هذا ضيفك يتكلم عن أن الدعم السريع ضد المواطنين فقط اسمح لي أن أعطي كلمة أخيرة للسيد يحيى للتعقيب وأيضا إلى أي مدى يمكن اليوم أن تستمر هذه الهدنة في ظل تعنت كل الطرفين على الشروط المعلنة بعجال إذا سمحت أولا بس لا بد أن أذكر عقيقة هي الشعب السوداني كل يعرف أن حزب الشعب الدمغراطي تأسس سنة 1954 وإن دمج سنة 1958 من ضائفة الختمية فأفتكر بأن القصة نحن دارين نوصل معلومات للشعب السوداني ونطلع من هذه الأزمة وليس في مغالطات ولو نحن استمرين في قصة المغالطات نحن ما سنصل لحل واللغاء ما سيكون ذات جدوى ودائما أنا شايف ضيفك الكريم أنه بخش مغالطات والموضوع لا محتاج لمغالطات يعني هو الدعم السريع أو حميتي ذاته صنيعة الحركة الإسلامية وغادت الدعم السريع الآن من الحركات الإسلامية ونحن نفتكر بأنه كلامه في الحتة صح إنه ما أتت به الحركة الإسلامية ومثال لذلك هي من أزباد وكوارث السودان ونحن نحترف بذلك ونشكر على هذا الاحتراب الضمي طيب أنا فقط أود أن أشكركم الآن نعم سيد يحيى أنا أود أن أشكركم الآن فقط لضيق وقتي شكرا لك من القهرة دكتور يحيى حاجنور رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني وأيضا شكرا للموصول إلى سيد عمران عبدالله حسن عضو المكتب الاستشاري لقات قوات الدعم السريع